إلى معارك الموصل حيث دمرت طائرات التحالف الدولي أكثر من عشرين موقعا ومقرا تابعا لتنظيم داعش في مدينة الموصل ونقلت وسائل إعلام عن شهود قولهم إن قصفا جويا مكثف شنه التحالف الدولي ليلة أمس الاثنين استهدف أماكن حساسة للتنظيم في حي البكر شرق مدينة الموصل أدى إلى تدميرها بالكامل وأضاف الشهود أن القصف استهدف أيضا مجمع القصور الرئاسية في المدينة مضحين أن القصف جاء في وقت متزام وفي غارات مكثفة لا يفصل فيها بين ضربة أخرى سوى دقيقتين أو ثلاث